اهلا بكم شهرين اللي فاتوا خدت مجموعة من القرارات قد يبدو قد يبدو وهي ممكن تطلع وتقول لي دي قرارات زي الفل ومدروسة وكلام ده على عين وعلى راسي بس يا اخوانا القرارات ملهاش اي تمهيد طب انا كمواطم ما ينفعش كل يوم اصحى الصبح الاقي فيه قرار خبط في راسي قرار خبط في رجلي انا ببقيتش عارف هلاقي امنين ولا منين وعشان الكلام ما يبقاش مرسل وعلى باب الله تعالى اضرب لكو عدد من الابسل مثال الاول الحكومة عارفين انها شايفة ونوية من زمان ان سعر الدولار ده مش السعر العادي ولا ان الجنيه ده امت ولازم تخفى سعينا الصبح دب 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 تخفيت 60% بالليل قررت رفع اسعار البنزين يومية من يومية لحد النهاردة الضرب موقفش حد يقول لي وانت عايز الحكومة لمؤاخزة تقولك الدولار هيرتفع امتى وجنيه خفض امتى ولا البنزين امتى ما فيه مافيا واحتقارات هقولك انا ما عنديش اعتراض بس هيأني قول لي احنا داخلين على فترة فيها كاسر من كام يوم فجئنا بان مثلا وزارة التربية والتعليم علشان السنة اللي فاتت كان فيه تسريب امتحنات تسألني مش زنبي ولا زنبي ابني دي مشكلتك انتك حكومة قرروا يعدلوا نظام امتحنات السنوال العامة قال ايه نظام بوكلت بوكلت يعني ان الولد حيمتحن بالنظام الامريكاني عنده 30 صفحة كده فيها 100-200 سؤال مفيش مشكلة مفيش اعتراض بس انت جاي تفاجئني النهاردة بعد الموسم الدراسي ما بدأ ب6 شهور وبعد الولد ما راح السنتر وتعلم ازاي يجاوب على الاسئلة وتقول لي انا غيرت نظام امتحنات السنوال العامة طب بالزمة ده كلام انا هعمل انا ايه انا وابني وانا سستمتوا على نظام معين انت حطوا بالك عشرات سنين انا مش معترض على القرار انا معترض ان انت داخل فيها شمال يا اخوان قابليها برضو من شهر كده في تصرحات على ان احنا نويين نرفع اسعار كهربا وغاز والمواطنين حسوا بده طيب السؤال اللي انا بسأله النهاردة وبترعى على حضراتكم وحضراتكم عايزكم بتشاركون النهاردة واحمد طبعا هيختلف معايا ويطلع عيني انا بتكلف ايه اخوانا انا مش خبير اقتصادي ولا معترض على نوائب القدر والقرارات اللي بتاخدها الحكومة بس انا بتكلف حاجة بالعقل هيقوني ما تاخدونيش على ما شمي انا مش قادر الاحق انا كل يوم عمالة خبط على راسي انا بتكابل والنهاردة انا هلعب دول الفلاشر الناصح الامين لحكومة شريف اسماعيل وقول لها خلي بالك يا حكومة انت دخلش مال في المواطن بصراحة اه وبصراحة المواطن مش هيقدر يتحمل الطريقة دي في الدخل انا غلطان عم احمد عايز الحق ولا ابن عمه ابن عمه الحق طبعا انا انا شايفك تحب ابن عمه اولي اه هنتكلم كلام اه يعني عن الواقع نقل الواقع اه طبعا المواطن الله يكون فعونه والوضع في المنتهى الصعوبة متفقين متفقين على دي حلو اسعار تجنن صح يعني حاجة توجع القلب انا بعمل زي واحد النهضة بيهزر ما يقول لي ايه انا خاف يجيلي بارد انزل اشتري الدواء يجيلي جلطة اه من اسعاره خلاص فالناس قابرتوا عيني ولكن نتكلم اقتصاد اه ولا انا اقضيها حقومة لا نتكلم كلام علبي بس انا عندنا برضو سياسة معلش انا مش شغال مع اي واحد عدل على الكمبيوتر سياسة واقتصاد ده بيتعامل مع مئة مليون ناس انا اكلمك بس عشان الصحي تعمل مستحيل ولو حتى في بلاد امارة بورينجا بتاعت فريد شاوي بتاعت زمان ان حكومة تقول انا هزود البنزين كمان شهر انا هعوم الدولار كمان اسبوعين ده احنا كنا روحنا بستين دهية ده انت لما جت زودت البنزين من الساعة عشر للساعة اتنشر بالليل عملت طوابير عربيات قال يعني هو بقن البنزين اللي حيخدهم السواق دول هم اللي حينجوه من المهالك ده سلوك بشري طبيعي على فكرة مش عشان هو مصري اي بني ادم في الدنيا لو قلت له الشهر الجاي حسالة عدي حتزيد حيجري يخزن منها حيعمل لك فيها كارسة لو كنت قلت ان الجنيه هيتعوم كتنسك تنز الدولار كنت يوم التعوين ملقيتش اصلا دولار للبيع ده موضوع الموضوع التاني اللي هو البوكلت انت معترض على البوكلت هو طبعا قبل كده انا بقولش القرار غلط انا معترض في كل القرارات يحقق انها فجأة انا النهاردة لو هاترض على كل اصلاح يعمله السنوال عام ما اقوله كنت من اول السنة يبقى انا مناقض نفسي يعني انا لما بقوله خف المناهج ممكن هو يروض يقول لي مش انت عايزها من اول السنة ماشي عام حقك علي من نص السنة خف الترمي التاني في حاجات اصلاحات مش كل شوية انا قد نقول للراجل لا ده لا ده لا ده لا هو وزارة التربية والتعليم عندها سلبيات لا حصرة لها بس انا موضوع البوكلة ده فرحان فرحة يا زيدي انا مش معترض يا احمد بس انا انت لسه عيالك صغيرين انا عيالي سنوية عامة انا النهاردة انا في شهر يناير يا احمد عندك هو ما غيرش المنهج ده غير نظام الامتحان طب ما السناتر اللي زعلان عليها دي عشان دي السبوبة بتاعتها يطب بيجيبوا طبلة ده بيجيبوا طبل دلوقتي يعلموا العيالة ع الطبلة يعملوا اللي يعملوا يحفظوهم ع الطبلة ما تعدل ليش نظام احنا متفقين عليك يا دي هو ما عدلك سيستي من تحياني طب ما تقول من السنة الجاية ليه انت مصر من السنة يبقى ضيعة تجيل تاني طيب من شهر اغسطس اللي فات شهر تمانية قول انا هغير نظام الامتحانات اتسوقيت عندك حق ولكن انا لو تخيرني النهاردة اه ما فيش حل القضاء على تسريب سنوية عامة غير البوكلت ليه ليه نص مليون طالب ولا شوف هم كان بيخش متحنوا على لجان مصر كلها مين هيفتش كل دول هيتصرب هيتصرب شاومينج ده النهاردة صفحة التسريب طلع يقولك انا بصراحة في البوكلت مش هعرف اعمل حاجة ده خبر النهاردة وفعلا هيعمل ايه ده عبارة عن عشان برضو يا جماعة تفهموا موضوع البوكلت ده ببساطة للي مش متابعين او ملهمش حتى في سنوية عامة ده عبارة عن امتحان كراسة كده كاملة فيها 50-60 سؤال بتحل فيها جواها واسئلة كلها زكاء وفي حاجة اسمها الامسي كيول هي اسئلة الاختيارات الانت بتعلم حسب فهمك وده اللي احنا عايزين نعلمه لولادنا احمد انا كل ده مش محترض عليه انا برضو انت عملت برر للوسير اللي هو يفاجئ الناس بتغيير ست شهور لغاية الامتحان انت حكم بينه وبين احمد سلم وبين وسلم تربية والتعليم وعندوك عيال في سنوية العامة هل توافق على تعديل نظام الامتحان فجأة في نص السنة كده ولا كان لازم يديك فكرة قبلها افتعى شباب التليفونات ونزل التليفونات بس لعضا اكلم على هشتاج الحلقة النهاردة غلاء الدواء لان عندنا فقرة رئيسية بعد الانترو النهاردة هنفتح فيه ملف ارتفاع اسعار الدواء ما له وما عليه الفقرة ايضا متاع لحضراتكم لتواصل عبدالتليفون نزل التليفونات وناخد رأي حضراتكم في فكرة مفاجئة الحكومة للمواطن انا مش معطارد يا عم انا بقولك انا مش خبير اقتصادي ورد القرارات دي زي الفل بس انا بقول ايه ما حدولي شوي مش الدواء بتضرب مثل بالدواء اللي حصل في الدواء ده هو عدم المفاجئة ده اكبر غلط ليه انت النهاردة عومت العملة في نوفمبر ولسه بتوعد الناس بتسعير الدواء في فبراير ده اللي انا عايز اتكلم فيه بقى وده نقف عندها معلش يا جماعة فضل هي الغلطة مش في القرار الغلطة ان كل قرار الذي امعه حزمة قرارات تساعد عليه يعني انا يوم انزلت بالتعويم كان لازم انزل مع التعويم بالتلطيف بتاعه المرطب بتاعه زي ما واحد بيتحرق بتحط له مرطب كده كان لازم اقول للناس يا جماعة احنا عاومنا مع الحرق ده عندك برنامج تكافل وكرمة للفقرة عندك للطبقة المتوسطة اعفق رفع حد الاعفاء الضريبي اللي هو كام يا راجل احنا كنا لسه بتكلمين فيه من كام يوم طيق ارفع لازم le the law اللي هردع ملولك مش عارف 9000 ولا 12 لا حرام موظف اللي تحت 3000 جنيه ما اتخدش منه درائب وا اكتر من كده كان ما اتخدش منه درائب تمام الادوية دي كان لازم دور وزير الصحة وانا اتكلمت عليها في البرنامج قبل كده وزير الصحة اي واحد في مصطة كان عارف ان الجناء حيتعاوم ولا لأ كان عارف كان اه خلاص وزير الصحة بدل بالبلد الحوسة والخيبة اللي احنا فيها دي كان زمانا عادنا مع الناس شركات الأدوية من شهر 7-8 يا جماعة عايزين اتفق فيه أصار حتبقى جديدة حنوليكم بيها بدل اللي احنا فيه ده فيه تقرير بيقولك لازم نطلع بين شوفوا سألنا الناس في الشارع عن القرارات الاقتصادية التليفونات موجودة أمام حضراتكو عازك تدخل تقول لي رأيك هل انت محتاج ان الحكومة تماحت كده الرأي ولا مرة واحدة تصحى يقولك تغيير نظام امتحانات سوى العامة رفع أسعار كذا انا رأيي انا مش معترض على القرار انا معترض على الطريقة الطريقة معناها سياسة وانا رأيي السياسة مش غايبة عن الحكومة السياسة غايبة عن البلد كلها تعالوا نشوف التقرير ده لو زوال حكومة اعلنت زالة أسعار او ما اعلنش زالة أسعار التجار كده كده بيغلوا لا تأكيد طبعا لازم اول ما هبقى لها كله هيخزن هم هم دلوقتي عارفين ان الأسعار بتعلى كل يوم في الزايد فكل تاجر دلوقتي عنده حاجة بيخزن نصة وبيطلع نصة اولا مش رفع أسعار ده انتحار اصلا ده انتحار للناس رفع الأسعار يعلن عنه ما اعلنش انه هو كده مفروض على الناس لازم يبقى فيه شفافية ان الأسعار تقول ان الأسعار هتزيد بنسب مثلا معينة ويبقى فيه رقابة ايضا على السلع اللي موجودة في السوق مش كل واحد بيحدد سعره حسب مزاجه لان ما فيهش رقابة لابد يبقى يكون فيه شفافية للمواطن علشان المواطن ده موظف او انسان بسيط او انسان عادي يكون عارف رأسه من دجلية ويشوف امكانياته الموضوع موعلن او غير موعلن دي مش فرقه كتيره ليفرم مع الناس اللي الأسعار تهده شوية والموضوع ايه يعني يبقى فيه يبقى فيه حتة ودود شوية في موضوع الأسعار لان كل ما بيزيد الناس بتعيني بصراحة فيه ناس كتيرة كانت بتبقى مرتبة حياتها بشكلة وبآخر ولكن ما تيجي فجأة ترفع الأسعار والأسعار ما بترتفعش بشكل مستديم لا ده بشكل فجائي كل يوم بسعر جديد انت بتروح تشتلي سرع تجيبها بجنيه بعد شوية بجنيه ونصف ايه فيه يقولك السعر رفع تف رفع من ايه لو ازاي قولك الحكومة اسعر للحكومة اوه عداني العيب اهو احنا شعب ببص النصاحة والفهلاو يا تقرير من الزبط احمد من الزبطه مع المراسل يا حاول الله يا شباب من الزبط بتاع لبقى دوقت النصري يا بي انت طب بلاش قول النهاردة السكر هيغلى ولا مكفى السكر مش هيغلى كتر من كده قول الزيت هيزيد كمان اسبوعين هتلاقي مصر كلها بتعبي الزيت احمد انا ما بكلمش على القرار والله انا بكلم ان انت يعني بقولك نظام انت لسه عيالك صغيرين انت اللي قومنك في سنوية عامة وانت فجئة بالعكس انا مش واري طويل لسه عيالي لسه مش واريها طويلة خلينا ننوع على هاشتاج حلقة النهاردة الهاشتاج يا شباب بغلاء الدواء تقدروا تتواصلوا معنا على هذا الهاشتاج ابراهيم من الدأهلية ازاك ابو خليل محمد ازاك حبيبي ازاك بستاذ احمد اهلا بيك يا سبراهيم اهلا بحضرتك انا مع النظام الجديد لامتحان الحالي في سنوية العامة احنا مش معترضين على النظام احنا معترضين على التوئيج يا استاذ الفاضل يا استاذ محمد سيادتك مش فاش تربية وتعليم انت عايز كل طالب يجيب مية وسبعة في المية لا طبعا انا معترض على التوئيج الناس اللي حصلوا على جائزة نوبل حد منهم جاب تمانين في المية في السنوية العامة يا استاذ محمد سيبوا الناس تتكلم صح سيبوا التخصصين تتكلموا صح عازين تج صيدالة عشان تجيبوا مليون جنيه في السنة? عادوا تخشوا طبوا عشان نجيبوا مليون جنيه في السنة. طيب مش كان الافضل يقول لنا ان احنا هنغير نظام الامتحانات في اغسطس اللي فات قبل السنة. زي من دروس بتدي دروس يدعبوهم يا سيد محمد. نعم. فيش حد يوقع المداوس يا سيد محمد. نعم. المداوس ملي عشرين سنة فيش طالب واحد سنوية عامة. مفيش واحد طالب واحد مدوسة. هياخدوا القدوة من نان وهياخدوا التوجيه من نان. وهياخدوا الشهاد من نان. مفيش وفيش طالب المهارضة مفيش واحد تخاوق من سنة بعض سنوية عامة او كلية عنده عنده يعني. طيب اسمعني اسمعني ثلاثين سيئة. انت داخل مسوق. داخل ضرب ضرب. نظام الامتحان لابد يتغير. طيب من الابداع. لابد من التفكير. اجيب سبعين في المية بمجهودي. اشكرك. 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 انا بتكلم فيها اخوانا. انا ما بتكلمش معترضا على استخدام نظام البوكلة والاسئلة والمية سؤاله. انا بقول ايه? ما ينفعش يتفاجئني. وانا في نص العام الدراسي بتغيير طريقة الامتحان. بصراح. رب اخد انا مخايل من الجيزة اهلا وسهلا سيد مخايل. اهلا بيك. صوت اعلى لو سمحت شوية فانا. اه كده? اه تمام. سيد احمد يعني انا عاجل يعني اقارف والرئيس فين من كل دوت وفين الحكومة من كل ده يعني. والله فقدم هو الرئيس بيتكلم والوزراء بيتكلم ورئيس الوزراء بيتكلم يعني كل واحد بيقول اللي عنده ان الظروف صعبة ان في عجز موازنة في ارادات اه يعني كل واحد بيقول مبرراته. ماذا? ماذا? مش سامع حدادك فانا بتقول ايه? انت كده سامعني كويس? اه سامع ساعدك فضل. يعني انا بتكلم دلوقتي انا دلوقتي المرتبات ما بتزيد. وماش انا حايزين طالما في زيادة في الاسعار المرتبات تزيد عشان ما بدز نحن يعني نواكب زيادة طيب استاذ مخايل معلش انا هقول لحضادك بس وجهة نظر برضو اه علمية واستحملني فيها شوية. وممكن تزعل مني فيها بس هي يعني كلمة حق. معين? معين. معين. زيادة المرتبات من الفين وحداشر للنهاردة تضعفت يعني في مليار جنيه زيادة مرتبات من الفين وحداشر للنهاردة. طول ما الزيادة ما فيهاش انتاج هي زيادة زيادة تضخمية. بدليل انك ممكن واحد كان عايش في الفين وعاشر الف جنيه. النهاردة مش عارف يعيش بتلات تلاف جنيه. فاي زيادة ممولة بتضعف فلوس يعني حتتاكل في ثانية. يعني انت حتحس ان انت ياريتني ما زدت. هي دي الفكرة. الزيادة الحقيقية انتاج. انا اللي منصح بيه. النهاردة رفع حد الاعفاءات الضريبية. يعني اسيب للمواطن اللي هو دخل ومحدود. اسيب ويعيش واجه على الغني اخد منه زيادة. عشان اقدر اعمل توازن. لكن اننا النهاردة اقول لك الحد الادنى الفين جنيه. واطبع فلوس وفرحك بهم. بعد اسبوع هتلاقي كيلو اللحمة اللي انت مش عاجبك انه بمية جنيه. هيبقى بثلتمية جنيه. بعد ازا اخي احمد المليارات اللي كلمت عليها دي. دي زيادة في مرتبات العاملين في الحكومة. القطاع الخاص ما زدش بعد. لا لا كله مش موضوع زيادة. اه. ايا كانت الزيادة لو مش مدعمة بانتاج صدقني يبقى بتضحك عالناس وبتضروهم مش بتفيدهم. يعني اللي كان بتظاهر الفين وحداشر الحكومة كان بخش تتبعنا. وده غلط ودي كانت غلطة فادحة. عادل من الشرقية هتفضل حاجة عادل. استاذ عادل. ايه الخط اقطع. طيب الخط اقطع. هرجع اذكركم بهاشتاج حلقة النهاردة عن غلاء الدواء. خلينا ابلور وجهة نظري. عشان انتو احيانا بتفهموا غلط. ايه وجهة نظري يا اخوانا? انا مش معترض الحكومة تاخد اي قرار. بس ما اتفاجئنيش. ما ينفعش انا نازل الالعب المطش. وان ال اه لو تعادلنا هنلعب بدربات جزاء. واتفاجئن في الشرط التاني بتغيير النظام. وان الفائز هيبقى بسلا بالرفة كده. لا ما ينفعش. احمد بقى ليه وجهة نظر بيقولك لا انا مع. انت بلورت كده خلاص? بلورت وجهة النظر? طب اخد محمد بالبحيرة. ايه. نرجع البلورة. ابو احمد تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. بص يا باشا حضرتك بالوقت ايه. اه انتو بتدونا المرتبات باليمين. وترجعت اخدوها بالشمال. الحكومة لمؤاخزة مشان. اه اه اعم عليش الحكومة. بلوقت حضرتك يا باشا احنا كنا مع الاساس وقيل البراش النهاردة العصر. اه. هو بيقولوا ان الفقير يرجع للتأمين الصحي. تم تاب اللي ما عندش تأمين صحي اعمل ايه. والتأمين صحي هو الحل يعني هو الحاجة الجميلة اهو يعني. اه ايه مان عبا Bare باقول له اللي ما عندش تأمين صحي اعمل. هو عبل. ويا حضرتك اللي اللي عنده تأمين صحي. عبد دوره ما ييجي للتأمين الصحي يكون يتوفأ. اهم. دوره في العباج. نعم. ايه عبد دوره ما يجي ويتعالي يكون يتوفأ. وкого الا الابراش عالوك اوف الاخر هيطلعك وتقولوا الكلام ده? لا يا باشا هو الابراش هو الابراش ما بعملش حاجة. اه. لا. طيب خلينا مع كل الاحترام لكل الاعلاميين. طيب ناخد احمد من اسكندرية بلديات ابو حميد ازايك? السلام عليكم. سلامة وبركاته استاذ احمد ازايك? يا اتصح. منورين. الله يخليك. ربنا يخليك من زوقك الله يخليه. من نسبة للغلاء. الله اكرمك. من نسبة الغلاء. احنا حنقوله مثلا الاكتصال احنا عاوزين نصلحه والشعب يتحمل وده مفيش منع فيه. فضل افن. واخد بال سيادتك. معاك فضل. ولكن فيه لازم يبقى فيه ركابة على التجار. يعني انا حضرب سيادتك مثال. من شهر واحد اللي فات. مش مش السنة دي. اللي هو سيد اه الفين وستاشر. كان ليه واحد اه صاحبي حلواني. كل كل شهر يقولي السامنة زادت. من شهر اه الفين وستاشر. لغدش اهر واحد الفين وسبعتاشر. وكل شهر السامنة تزيد. ويجي يقولي بتزيد. وآآ بكلم المندوق. بقوله بتزيد ليه? قالي الكبار بيعوضي حد يرفعها السعر ما حادش بيكلمهم في رفعه تاني. معلش يا فندم انا فكرة حاليك مش واضحة. بقية مشكلة في السامنة يعني نفسها ولا مشكلة في الاسعار? مش في السامنة. اه. انا باش بكلم في السامنة انا بكلم في التجارة عموما. وصلت فكرة حاليك فعلا يا فندم يا الاسعار بتزيد بصفة اسبوعية حتى او يومية. يومية كل ساعة. شكرا يا فندم. بتقول بتلف في السوبر ماركت كل عشان دايق. والله العظيم انا عندي واحد صاحبي بيقسم لي انه دخل. الهايبر بيلف لفة. اه. لقاهم شالوا السعر يعني هو شاف منتج معان شهاي مش فاكرة. ولف تاني. اول ما لفة كانوا شالوا السعر وحطوا اسعار جديد. يعني قل لي ايه اللي جد في اللفة? اللي جد اشرف بالجيزة. تفضل عم اشرف. ازاك حبيبي. ازاك يا سيد محمد. اهلا بيك علي صوتك. ازاك يا سيد محمد. اهلا بيك حبيبي. لو سمحت يا فندم انا اديلي خمستاشة سنة يا فندم. ما تعينتش لحد النهارد يا فندم. اديلي خمستاشة سنة يا فندم ما تعينتش الله. في هيئة ايه او وزارة ايه? اه شركة المصيرات للغاية الطبيعة الجلسكو يا فندم. طيب سيب تلفونك في الكنترول. تكب معنا مبرح وزير القوة العاملة. خلونا نوع النهارده على اه فقرات اه حلقة النهارده. عندنا فقرة مهمة جدا مع فضيلة الشيخ الصديق العزيز. الشيخ احمد تورك دي هتبقى في نهاية حلقة النهارده. فاتعين فيها ملفات مهمة جدا. تعال انه غزك كده نغزة. لو معك الف دولار تطلع على السوق السوداء تغيرها. ولا تطلع على البنك تغيره. طب ده حلال ولا ده حرام. لو غيرت في السوق السوداء. حتى لو كان الفرق مغري. هنحطك النهارده قدام ضميرك. عندنا بعد الفاصل فقرة. اقول لك حاجة وما تزعلش. احنا متدينين قوي. بس لما تيجي على جيبي. على جيب. انساني. كل يا باشا في السوق السوداء. كل في السوق السوداء. وعندنا بعد الفاصل اه موضوع مهم عن ارتفاع اسعار الدواء. هنقشوا النهارده الفقرة متاحة لحضراتكم. انا عايز اكلمكم. انا بالنسبة لي. نهارده كنت بسهل على ادوية تتعلق بحالة الصحية. لكن فققت مش موجودة. ويقول لك استراد ومش استراد. ايه? داخلين على السكة دي. بعت الصديق ليه في الخليج. قال يبعت لي الدواء. مص لتوصل للمرحلة دي. وبعدين هيبقى عندنا فقرة الاخبار اليومية. اللي بينه وبين احمد شالم. نطلع الفاصل. بعد الفاصل. الدكتور علي الغمراوي. المدير الفني لغرفة صناعة الدواء. باتحاد الغرف التجارية. عرف خلال الفترة الماضية بانحيازه الى فكرة رفع اسعار الدواء. ما جعله في مرمى الانتقاد الدائم ممن يرون. رفع اسعار الادوية صفعة جديدة للمواطن البسيط. الغمراوي. كان واضحا عندما تقدم بالشكر الى وزارة الصحة على موافقتها على رفع اسعار الدواء. ورده على المنتقدين لرفع الاسعار متسائلا. ايهما افضل? رفع الاسعار ام اختفاء الدواء?